موسيقى 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 حياكم الله في خليج العرب ليست هي المرة الأولى التي تعرض فيها القضية الفلسطينية للبيعة لكن المفارقة هذه المرة أن البائع هو من يدفع دون أن يحصل على مقابل بل يدفع ليتنازل عن حقه وحقوق الملايين من ورائه ويحصل ذلك تحت شعار ازدهار من أجل السلام هكذا سوق لورشة البحرين التي تمثل الشق الاقتصادي لما يعرف بصفقة القرن طرحت في الورشة خطة اقتصادية وصفها صهر ترامب كوشنر بأنها فرصة القرن ووصفها الكثيرون بأنها صفعة القرن بامتياز تعددت الأوصاف والهدف واحد تصفية القضية الفلسطينية من خلال مزايا اقتصادية تمنح للفلسطينيين من أموال خليجية ويقبض ثمنها الرئيس الأمريكي الذي أزاح القدس عن طاولة المفاوضات بمباركة عربية حينا وصمت قاتل أحيان أخرى ويفرض اليوم سياسة الأمر الواقع فلا قدس ولا عودة لاجئين ولا أراضي سبعة وستين ولا المبادرة العربية كل ذلك سيصبح من التاريخ لنكون أمام واقع جديد ترسمه صفقة القرن كلف ترامب صهره باستدعاء الدول العربية فجاء أكثرهم وبخط مهرولة نحو التطبيع بلسان حال يردد لبيك يا ترامب وحضرت تلك الدول ورشت المنامة وشاركت في مسرحية غاب أبطالها استمع الحضور بخشوع لخطة اقتصادية مفادها مشاريع في فلسطين بقيمة خمسين مليار دولار فهل يشكل هذا المبلغ تسعيره للقضية الفلسطينية وهل تعبر الخطة عن سذاجة مهندسيها أم عن استغفال متلقيها نتابع هذا التقرير عن بعض ما قيل عن وفي ورشة البحرين ثم نواصل معكم ما أشبه اليوم بالبارحة وعد جديد على شاكلة وعود سابقة كوشنر على خطاب الفور وعد الأول بالأرض ووعد الثاني بانتعاش اقتصادي يضمن السلام لإسرائيل للأول كان يملك الأرض وللثاني سيدفع ثمن الخطة الاقتصادية الهبات والقروض المدعومة والاستثمارات الموعودة في الأراضي الفلسطينية يريدها من خزائن دول الخليج الغنية فالولايات المتحدة لا تدفع هي تقبض فقط رئيسها رجل أعمال مبتز يسوق لشخصه عبر ما أسماه بصفقة القرن التي يريدها مفتاحا بعهدته الثانية صفقة استهلها بمحاولة إسقاط القدس عن طاولة المفاوضات ويواصلها بمساعي تطبيعية بين العرب والمحتل الغاشم بوصفه شريك سلام الصفقة وصفها صهره بفرصة القرن ذر للرماد في عيون من حشدهم في البحرين ممثلين عن دول عربية استدعاهم كوشنر ليخطب فيهم ناسفا المبادرة العربية في غياب أول المعنيين الفلسطينيون الذين قاطعوا الورشة وطالبوا العرب بمثل ما قاموا به إلا أن من حضر لم يتجرأ على رفض الدعوة أو مواجهة الضغوط فالعديد منهم لا يملك قراره ورشة البحرين تسعيرة للقضية الفلسطينية أنوان حلقتنا لهذا الأسبوع وللحديث نسعد باستضافة أستاذ الدكتور شفيق الغبر أستاذ العلم السياسية مرحبا دكتور أهلا بك دكتور دكتور شفيق في البداية ما الذي حدث ولماذا بورشة البحرين يعني نحن نشاهد استمرار بل وتكثيف لسياسة الرئيس ترامب التي أعلن عنها منذ بداية قدومه للبيت الأبيض هو متحالف مع إسرائيل هو متحالف مع اليمين الديني الأكثر تعصبا في الوريات المتحدة هو بنى صيغة جامعة بين الرؤية المسيحية الأنجيلية المؤمنة بالتوراتية وعودة اليهود إلى أرض فلسطين في جانب أيديولوجي يعني عميق وملتزم مع رؤية ترامب للوريات المتحدة في هذا الزمن صفقات سلاح صفقات أموال صفقات مالية سيطرة ورأى برؤيته أن التعامل مع المسألة الفلسطينية يتم بهذه الطريقة أنه قام بنقل السفارة ما هي رؤية ترامب بالضبط للقضية رؤية ترامب هي تدمير الأسس التي تقوم عليها القضية الفلسطينية وإعطاء الصهيونية مجال لما تعتبره الصهيونية انتصار نهائي قفزة كبيرة إلى الأمام أن يأخذ الأمر خطوة كبيرة من حيث طبيعة العلاقة طبيعة التحالف الأمريكي الإسرائيلي ومن حيث إعطاء الإسرائيليين ما لم يحلموا به بدعم أمريكي مرتبط بالاستوطنات بالقدس بالجولان مرتبط بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية مرتبط بكل المسائل مع إدخال أعمق للبيئة العربية طيب نعود إلى ورشة البحرين ما علاقة هذه الرؤية بما تم في ورشة البحرين برشة البحرين في جانب آخر منها هي أنه سلم كل المشروع لزوج ابنته كوشنر وعلى زوج ابنته أن ينجح أن يعمل شيء وبالتالي كل الذي قام به أنه جمع تصل شد حاول وقام بوضع خطة عندما تقرأ الخطة أنت ترى كأنها اقطعت من خطة تم طرحها في آخر 20-30 سنة ما هي أحد الخطة دكتور كلمنا عن هذه يعني الخطة التي طرحها كوشنر أعلنها منذ أيام يعني كأنها كتبت في أحد بيوت الاستشارية وكأنها مقططعة هناك حديث هناك حديث في الخطة أنها تهدف لجد استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإيضا إيجاد مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي طبعا هذه الخطة على مدى عشر أعوام الفلسطينيون قاطعوا هذه الورشة خلينا ناقش الخطوة التي تحدثت عنها 30 مليار 50 مليار وفرص عمل وجد استثمارات ومضاعفة لأنه لو دققنا سنجد أنه مع اتفاق أصل عام 94 والاتفاق على مفاوضات وبناء سلام وثقة إلى آخره طرحت خطط شبيهة وطرحت أموال وجاء 35 مليار على مراحل متقطعة وبفترات وعلى زمن طويل من خلاله تبين أنه بلا حل سياسي هذا كله يدمر لا قيمة له جاءت الانتفاضة الثانية جاءت ظروف الاحتلال إذن لا تسيطر على الأرض لا تسيطر على المكان لا تسيطر على الهواء لا تسيطر على الحدود لا تسيطر على المياه لا تسيطر على القدس لا تسيطر على الخروج والدخول لن تنجح خطة اقتصادية 50 مليار سيدفعها العرب لن تدفعها الولايات المتحدة وأيضا نصف الأموال ستكون قروض قروض بفوائد محترمة إذن إغراقك وإغراق من يدفع له بالديون لمن ستذهب لل 50 مليار ليست كلها للفلسطينيين نصفها سيذهب باتجاه مصر ولبنان والأردن لتصفية القضية الفلسطينية لعمل مشاريع طبما وجزء كبير منها سيكون ديون وعبئ عليهم أيضا على المستوى الفلسطيني عبئ على الفلسطينيين سيطلع بحدود 800 مليون بالسنة طب ما هذا اللي موجود اليوم للسلطة الفلسطينية هذة اللي بتدفع الدول العربية ودول الخليج للفلسطينيين إذن ما الجديد الجديد لا جديد سوى هل هناك خطة سياسية سوى توريط العرب بعلاقات أعمق توريط العرب بصياغ الإسرائيليين يدخلون فيها الفلسطينيين لا يستطيعوا أن يقبلوا بخطة بالأساس جربت هذه الأشكال من الخطات وبالأساس هدفها تصفية القضية الفلسطينية وبالأساس بلا شق سياسي لن يقبل بها الفلسطينيون إذن التوجه الذي يسعى إليه ترامب هو بعد ذلك سيقول أنه فشرت الخطة عندما تفشل الخطة ما الذي يحدث؟ لأنه أنت بدون حماس كيف تنجع الخطة؟ بدون السلطة الفلسطينية كيف تنجع الخطة؟ اليوم لا يوجد أي طرف فلسطيني لا يوجد أي طرف فلسطيني في هذه الخطة إذا ما في طرف فلسطيني بهذه الخطة إذن ماذا؟ هل ستقحل إسرائيل مثلا حرب على غزة هل ندخل بحرب كبيرة في المنطقة؟ لا وضوح لأي النتائج غير أنها تكون مدمرة منطقيا دكتور أن تكون هناك خطة سياسية واضحة للمعالم ثم تخدم اقتصاديا اليوم لا توجد ملامح رسمية لخطة سياسية إذن هذه خطة الاستيطان خطة المستوطنين يعني باختصار المستوطنين يحتلوا أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إسرائيل أخذت المنطقة سي وهي 60% من الضفة الغربية ذلك كله محاولة لتشريع السرقة الإسرائيلية للأرض الفلسطينية والسيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية ومحاولة لوضع الفلسطينيين بحالة لا يستطيعوا فيها أن يتحركوا مع عالم عربي يفضل الصراع مع إيران أو جزء منه يفضل الصراع مع إيران على الصراع مع السهيونية أو هكذا يرى أو هكذا يقرأ الأمور إذن المشاركة العربية في هذه الورشة كيف تقرأ هذه المشاركة هناك دول عربية وهناك دول خليجية تقريبا كل دول خليجية باستثناء الكويت شاركت هل الدول العربية مقتنعة بمثل هذه الخطة أم أنها مجبرة أم ماذا بالضبط لست متأكد يعني أنا أقرأ المشاركة العربية أن جزء من الذين شاركوا ربما شاركوا يعني لأنه كوشنر والعلاقة ويبحثون عن علاقات أخرى مع الوريات المتحدة لا يريدوا أن يخرب عليهم هذا الأمر إذن جزء شاركة معتقد أن الأمر سيفشل وبالتالي هو لن يقدم ولن عندما تأتي الأمور للمال وللدفع لن يكون موجودا ولن يقدم الجانب الشق الآخر هناك من يشارك ويقول لك ترامب ربما لن يبقى أكثر من العهد الذي هو فيه وبالتالي هناك من شارك لا يريد أن يبرز أنه هو المعارض ولا يريد أن يبرز أنه فوت فرصة على الأقل أنه كان موجودا وأنه أعطى فرصة للأمر إذن المشاركات مختلفة وأنا أسمى الموقف الكويت أنها لم تذهب لماذا؟ يعني هل لافت النظر من الكويت الوحيد من دول الخليجية لم تشارك لماذا؟ لعدم مشاركة الكويت أنا برأي عدة أسباب يعني بجانب رؤية سمو الأمير تجاه القضية الفلسطينية ما هي رؤيته؟ رؤيته أنه جرب كوزير الخارجية ثم كرئيس للوزراء ثم كأمير وعاصر كافة المراحل المرتبطة بالقضية الفلسطينية وتعرف على الخطة تلو الخطة تلو الخطة تلو الخطة لديه زاكرة بالرغم من تقدم السن غير موجودة لدى الكثيرين وهو يعرف أن وقتل يعرف مآلات هذه مثل هذه البشارية هو يعرف أنها تأتي وتذهب ومر على أسل ومر على نشوء منظمة التحرير الفلسطينية ومر على نشوء المقاومة الفلسطينية ومر على أحداث كثيرة وحرب بيروت وقبل بيروت وحروب يعني مر عليه كل هذا التاريخ هو عارف أن هذا لن يؤدي إلى شيء هذا من جهة لكن من جهة أخرى الكويت بلد فيه آليات ديمقراطية هذه الآليات ديمقراطية تسمح للمجتمع بأن يعبر عن رأيه لا أقول هذه آليات ديمقراطية مثالية إنما هي آليات تسمح بالتعبير وبالتالي هناك أراء بالكويت ضد التطبيع هناك أراء بالكويت في المجتمع هناك أراء بالكويت في مجلس الأمة مجلس الأمة الكويتي أصدر بيان بإجماع أعضاء في إجماع أعضاء وابوجود رئيس لديه موقف واضح رئيس مجلس الأمة وبالتالي أنت أمام حالة يجتمع فيها الشعبي بالرسمي على القضية الفلسطينية والكويت يعني ممكن أضيف عامل وأنا يعني لا ننسى أن الكويت في عام 1991 مرت بواحدة من أسوأ الظروف التي يمكن أمر عليها مجتمع أنها بالكامل ألغيت من الخارطة على ماذا استندت الكويت على الشرعية الدولية على قانون الدولي تجاه القضية الفلسطينية الكويت ملتزمة بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي ولهذا موقف الكويت في الأمم المتحدة يحكس هذه القناعة ألم يضغط على الكويت في هذا الجانب؟ حتما هناك ضغوط لكن قد يعني استطاعت الكويت على الأقل أن تتمسك بموقفها بالرغم من هذه الضغوط طيب دكتور اليوم كيف ينظر الفلسطينيون لما حدث في ورشة البحرين خصوصا أن هناك طرف فلسطيني قبل بمفاوضات أوسلو ويطبع مع الكيان الصهيوني لكن اليوم نشاهد إجماع فلسطيني وممانع فلسطينية من ما يسمى صفقة القرن أو حتى ورشة البحرين لم يحضرها أي أحد من الجانب الفلسطيني لماذا؟ طبعا نأخذ بالإطار أن اتفاق أوسلو في الموقع عام 1994 بما له وعليه كان يعد بفترة تهدئة بموجبها تنشأ سلطة فلسطينية في مناطق رئيسية في الضفة الغربية وقطع غزة في كل قطع غزة وفي المدن وأن فيما بعد تنتشر هذه السلطة في الأرياف في القرى وأنه أثناء خلال عامين يبدأ التفاوض للحل النهائي والحل النهائي يفاوض القدس وعودة اللاجئين يفاوض السيادة الحل النهائي يتحدث عن الاقتصاد عن المياه عن كل ما تعني منه كلمة السيادة ويناقش حل النهائي مصير المستوطنات لم يكن من شيء هذا هذا في 1994 كان مفروض أنه ينتهي كل شيء ويوقع كل شيء مع بعضها بخمسة سنوات يعني 98 99 كان لازم يكون منتهي الحل النهائي وإذا بالإسرائيليين بالخمسة سنوات ماذا حصل لا شيء استمر الاستيطان كان فترة رابين إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيليين أحد الإسرائيليين المتطرفين اغتال رئيس الوزراء ذوي النزع المارينة والملتزم نسبيا في اتفاق أوسطور نحو الحل النهائي كان يسلم على الأقل بعض الأراضي كان يتفق كان في علاقة كان في سعي وبالتالي بالنسبة للفلسطينيين الفكرة أصبحت أنه جربوا الكفاح المسلح خلينا بالطريق السلمي وبالطريق التفاوض لربما والعرب نصحوهم والكل نصحهم وبالتالي وجدوا أنه ربما هذا الطريق يجد حل معقول لكل هذا السيل من الدماء ولكل هذه الحقوق المهدولة اغتيار رابين غير المعادلة بعدها جاء نتنياهو زادت الإشكالات وتعقدت وتبين فيما بعد أن حركة الصهيونية استمرت بالاستيطان من بضعة ألوف من المستوطنين يعني بالأربعة وتسعين خمسة وتسعين لم يتجاوزوا المائة ألف اليوم هما تجاوزوا الثمانمائة ألف ثمانمائة ألف مستوطن منذ توقيع الأوسل لهذا ما اكتشفه الفلسطينيون مع الوقت أن الحركة الصهيونية مستمرة في سعيها لأخذ الأرض لطرد السكان للتضييق عليهم لتدمير القدس وغيرهم من المساعدة صوت واحد في رفض ولهذا الرفض الفلسطيني تجد هنا من حماس إلى السلطة الفلسطينية في موقف واحد وتجد المجتمع المدني في موقف واحد مع تركيز أساسي أنه لم تكن فلسطين في تاريخ القضية الفلسطينية منذ جاء هرزل ساعيا لشراء فلسطين من عبد الحميد الخليفة ورئيس الدولة العثمانية التي كانت تحكم فلسطين بآخر أربعمائة سنة وقال له هذه لديها شعب وهذه ليست أرضي وأنا لا أستطيع إلى أخيري ومنذ ذلك الوقت لم تكن فلسطين ولا يمكن أن تكون قضية مالية باستمرار هي قضية حقوق حقوق شعب قضية أرض قضية وطن قضية التزام وطن إذن الفلسطينيين لديهم ارتباط بالأرض الحركة الصهيونية عم تسعى لأخذ هذه الأرض السراع على الأرض في أوجه سؤال لماذا اختيرت البحرين بالذات لتكون مكانا لهذه الورشة وهي دولة خليجية هل هناك أي دلالة لهذا الاتيام ما عندي إيجابة بالكامل لربما لها علاقة بتسهيلات لها علاقة بجزيرة لها علاقة بأنها تقدمت الصفوف في هذا الأمر ربما طلب إليها لأني ما عندي تفسير واضح لماذا بتحقيق دعنا نستمع وربما لأن الآخرين ربما يتهربوا عندما فبادرت البحرين فبادرت طيب في مقابلة خاصة بها قناة إسرائيلية وجه وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة رسالة للإسرائيليين نستمع لما قال إذا كان هناك شيئا تريد الإسرائيليين أردت من هذا المساعد ما سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك مع أجلسل مع أجلسل مع أجلسل مع أجلسل مع أجلسل تريد الإسرائيليين من أجلسل لأنه أجلسل وليس لديك بمقابلة من أجلسل أجلسل إسرائيل هو ملعبات في المدينة إسرائيل من أجلسل من أجلسل هذا المنطقة يعتبر موقف متقدم نحو التطبيع كيف تتعلق على هذه الرسالة لكن هنا الإشكال أن لا يوجد تاريخ الإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط لا يوجد تاريخ اليهود في فلسطين إذا نحكي عن تاريخ لا نختلف هنا إسرائيل لم تكن موجودة قبل عام 1948 قبل عام 1948 كانت فلسطين بلدا عربيا بكل ما تعني الكلمة في زمن الدولة العثمانية كانت إقليما عربيا على أربعمائة عام في زمن الدولة الأموية والعباسية والفاطمية كانت إقليما عربيا مثل سوري مثل حمى وحمص وحلب ومثل بيروت ومثل جبل لبنان ومثل بغداد والموصل ما كان إقليم يهودي كانوا اليهود مع أواصل القرن التاسع عشر لا يتجاوزوا الخمسة ألاف في فلسطين الهود لم يتجاوزوا في فلسطين خمسة كانوا بسوريا في أي عام دكتور ألف تمام وخمسين أفتمام وستين أثر الإحصاءات لم تجد أكثر من خمسة ألاف يهودي الموجة الأولى للمهاجرين اليهود الحقيقية بدأت عام 1882 أيام الدولة العثمانية وهون جاء بحدود 20 إلى 30 ألف مع الحرب العالمية الأولى نهاية الحرب العالمية الأولى فيه بفلسطين ستين ألف يعني ألف وتسعمية وطمانطعش فيه بفلسطين ستين ألف يهودي مش أكتر بالتالي كانوا مع الهجرات يقابلها ملايين فلسطينيين 10% من السكان البلاد الأسلية 10% شعب الفلسطيني في فترة القرن العشرين مع بدايات القرن العشرين نحكي عن 600 ألف 650 ألف عدد سكان فلسطين مثل ما هي عدد سكان لبنان كان صغير نسبة وتناسبة يعني لم يتجاوز 10% اليهود 10% من السكان ولا يملكوا إلا ملكية بسيطة يمكن 1% يمكن 2% يمكن 2.5% لما قامت دولة إسرائيل عام 48 كانت بالهجرة اليهودية اللي بريطانيا سهلتها واللي بريطانيا مع عام 48 قامت دولة إسرائيل كان صار فيه يهود بعدد بحدود 600 ألف 650 ألف والفلسطينيين كانوا صاروا مليون فاصلة أربعة بكاة سربية ولكن لم يكن اليهود يملكوا بفلسطين أكتر من 6% من الأراضي الفلسطينية على 6% من الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة أعطتهم 55% وعلى 6% هم أخذوا 77% كله أخذوا سرقة زوراً وبهتاناً مصادرة مصادرة الأوقاف مصادرة الملكية الخاصة مصادرة المنازل جرف قرى إخراج ناس تطهير عرقي إسرائيل قامت بالحديد والنار والبارود قامت بالتطهير العرقي هزمت الدول العربية طردت الشعب في فلسطين بـ 48% واستمر هذا السرعة أنا اللي عم بقوله أنه من حق وزير الخارجية يمثل السياسة دولته ما عندي مشكلة ومن حقه يقول كلام في إطار لكن اللي مش من حقنا نعمله ولا من حقه يعمله ولا من حدا حقه يعمله أن يزور التاريخ وأن يغير الرواية الرواية الحقيقية يعني اليوم كندا اللي هي قامت على طرد سكان البلاد الأصليين وطبعا كانوا الهنود الحمر أو ما يسمى إلى آخر اعتزرت منهم بعد مئات السنوات ما غيروا التاريخ معروف التاريخ تاريخ اللي صارت في فلسطين طبعا ما كانوا الفلسطينيين سكان يعني كما السكان الأصلي كانوا الفلسطينيين بمثل جزء من الحضارة العربية الإسلامية وهذا صراح حضاري طويل لازلنا في وسطه ولم ينتهي أنت استفدت في الرد التاريخي نعم على ما ذكره وزير الخارجي البحريني لكن ما هي قراءتك السياسية يعني هو في النهاية صاحب منصب سياسي ويقول مثل هذه المعلومات التي تعتبرها مغالطة تاريخية يعني كبيرة يقول لرسالة السياسية ما هي الرسالة السياسية التي يريد إيصالها يعني أعتقد يعني الرسالة السياسية تبدو لتعاون أشكال من التعاون ربما تعاون أمني تخوف من الكتلة السكانية الوطنية الكتلة السكانية المحلية ما ننسى أنه صار فيه انتفاضة كبيرة بالبحرين في 2011 لازالت أثار ذلك تأثر على التفكير السياسي تخوف من إيران وأثر إيران على هذه التفاعلات ربما دفعت النخبة بهذه الحالة لأنها تبحث عن هذا الطريق لأنه يعني 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 الأردن صحيح عنده سلام مع إسرائيل ومصر عنده سلام بس عمره ما حدا قال لهم أنتوا صلكوا هون ألف سنة هم حقيقة ما لهم موجود هون بآخر 2500 سنة هذا طلع بـ 48 بآخر 2500 سنة ما لهم موجود كأنه بيجي الإسكندر المقدوني بيقول اليونانيين بيقولوا كنا بفيلة قبل ألفين سنة أيام من الآخر بدنا إحنا جزء من هذا هي فكرة رجعية فكرة غير إنسانية الحركة الصهيونية الحركة استعمارية بالأساس ولأنها حركة استعمارية وتطهي السكان البلاد الأصليين ولأنها ترتبط بالاستعمار وترتبط بدولة كبرى ستبقى باستمرار في تناقض وصراع وتبقى قوة تفتيت وقوة ضرب وقوة تدمير في المنطقة العربية طيب أختم معك في سؤال بعد كل ما قيل عن صفقة القرن وكل ما حدث في مؤتمر البحرين أين هي المبادرة العربية هل نصفت بكل ما سبق هل كوشنر قضاء على المبادرة العربية المبادرة العربية يعني 2002 شيك 2002 وإسرائيل ردت على المبادرة العربية باشتياح مناطق السلطة الفلسطينية ومحاصرة ياسر عرفات وردت بمزيد من الاستيطان وردت باليمينية وردت إلى أخير مبادرة العربية العرب اللي طرحوا اللي طرحوا المبادرة العربية بأغلبهم مش موجودين اليوم والواقع العربي تغير جاء تغيرات سياسية جاء الربيع العربي جاءت اللي صار في العراق 2003 جاء اللي صار في سوريا بعد 2011 داعش نشوء قوة تركيا وإيران انكسار بالوضع العربي يبدو الوضع العربي عندي أنا اليوم ضعيف مفكك بيحتاج يعيد لملمة وضعه وإلا هو حيدخل في أغور فيها مشاكل كتير بينه بين الشعوب بينه بين تيارات المجتمع بينه بين العالم بينه بين الولايات المتحدة ما هي تبلعك بالنهاية ما بتترك لك شيء يعني كمان حتى أنت إذا كنت تكون شريك مع الولايات المتحدة إذا كنت تكون قوي أما إذا تكون تابع وبتكون مش عارف تتعامل معهم أنت ستخسر أيضا حتى مع الولايات المتحدة ومع إدارة أخرى أستاذ الدكتور شفيق الغبرة أستاذ العم السياسي في جامع الكويت شكرا لمشاركتك معنا شكرا لك والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة نسعد دوما باستقبال تعليقاتكم ومقترحاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للتلفزيون العربي ألقاكم الأسبوع المقبل بحول الله كنتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة